اشتركوا في القناة بحث في مجال الطب التكميلي ومعالج ايضا من اكثر من اتناشر سنة بحث في علوم شتى مثال علوم الصيدلة الطب التغذية وغيرها من العلوم الكثير منشئ محتوى قناة احمد رواش وقناة الطب القديم خاصة بكل فروع الطب التكميلي اه لنا موقع اسم مكتبة الباحث بنوش عليه مقالات وابحاث علمية وكتب علمية ايضا اللي حاوي يطلع يعني نرحب بالجميع ونسألكم من دعاء ان شاء الله نترك الاستاذ ياسر يسألنا ونجيب بإذن الله حتاك عمد ما هي رؤيتكم المستقبلية للطب البديل والتكميلي؟ الرؤية المستقبلية للطب التكميلي لو نبني على اسس علمية ان شاء الله المجال ده هيزدهر وهيعترف بيه بالاخص في الوطن العربي هنقدر نقول ان مش في الوطن العربي بس في خداع ونصب وجشع في الطب التكميلي والطب البديل ولكن كمان في العالم كله يعتبر اي نعم كورونا جات كليها محسن كتير في ان التعليم بقى سهل من خلال الاونلاين بس من ناس كف وهم من مراكز كف ما سويها ان بقى التعليم متاح لأي حد وبقى اي حد يهبد ويطلع يتكلم في اي حاجة ويعني احنا شفنا مجالات كتيرة جدا ابتدت تتلزق او تتمحك كده في الطب التكميلي فدي من ضمن المساوء فلو الطب التكميلي ابتدى ينتشر على اسس علمية واللي عاملين فيه ابتدى يكون لهم مرجعية علمية بعيدا بقى عن لنا بلهس وغشهادة عشان اخدها عشان افتح مركز او كده اتعلم صح هتنهض بالمجال وهتنهض بنفسك وبالفعل هتعالج المرضى فلو بالفعل المجال ابتدى يتنشر على اسس علمية واسس بحسية وابتدى يتكلم عنه اصحاب العلم ان شاء الله المجال هينتشر ويتوسع وبالفعل فيه محاسن كثيرة جدا ابتدت تثبت او ابتدت توسق الطب التكميلي اي نعم يعني بقى فيه صعوبة او بقى لها شروط صعبة شوية ولكن يكفي انها يبتدى يعترف بها في الوطن العربي يعني في السعودية المركز الوطن الطبي التكميلي في الامارات كذلك في الكويت كذلك يعني ابتدوا يعترفوا من مجال وابتدوا يوسقوا من جانب حكومي ايضا فنرجو ان اي حد يشتغل في المجال يكون على اسس بحسية بلاشة غوغائية في الشغل بلاشة غوغائية والسعي وردورات او شهادات لا تسمن ولا تغني من جول لماذا يحارب بعض الاطباء الحجامة؟ محاربة الحجامة او هنقدر نقول بمعنى شموية محاربة الطب التكميلي من قبل الاطباء الطب الحديث او الاطباء البشاريين بيكون على اوجه عدة يا اما الطبيب حاقد على المعالج لان المعالج ده في منه من الناس اللي بيكون تعليمها متوسط في اللي يخرج دبلوم في اللي يخرج اداب تربية يعني مليش علاقة بالجانب الطبي فلما يروح لمريض مهري لف على ابنكاترة ولما يروح يعمل جلسة حجامة ويلاقي نفسه ارتاح ويروح لنفس الطبيب ده مرة اخرى يقول له انا خفيت فالطبيب يبتدى يتزعج حاجة زي كده انا دارس بقالي سبع سنين وانت اللي روحت عملت جلسة حجامة خلاص يعني فده جانب من جانب المحاربة جانب تاني جانب الجهل الطبيب جاهل معنى الطب التكميلي او جاهل معنى الحجامة وشوفنا لقاءات كثيرة جدا لاطباء بشاريين او حتى دكترة في جامعة بيحقدوا على اللي شغالين في الطب التكميلي او اللي شغالين في الحجامة اقربها النهاردة واحد بعيتلي ان هو بيحضر ماجستير واللي بيحضر له بيقول له مش انتوا النصابين مش انتوا الدجالين بتوع الحجامة يعني كلامنا يصلح ان يخرج من دكتور جامعي كونه كمان يعني راجل باحث ومطلع فالحجامة عليها ابحاث عليها دراسات عليها مراجع عليها كتب فما ينفعش ان انا يعني بكل جهل بكل يعني ملاش نقول يعني بعدم اطلاع وعدم اصدقات العقول ده انا الصابين ده دجا هو اي نعم اغلب اللي شغالين فيها ناس ما لهمش علاقة بالكدر الطب ولكن بيحققوا نتائج فاعترف بالنتائج بعيدة عن الشخص نفسه اللي بيطبق لو الشخص اللي بيطبق غلط يبدأ المحور التالت اللي ممكن بالفعل اللي بيطبق بيطبق تطبيق خاطئ فيبتدل الاطباء ياخدوا الجانب ده وينشروه يعني حتى ما بياخدوش الجانب الحسن لده بياخدو الجانب السيء وينشروه وقولك ادي الحجامين ادي بتعطب بالتكبيلي ادي 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 فاوجه المحاربة قد تكون كثيرة اما لجهل الطبيب اما لحقد الطبيب اما لجهل المعالج نفسه وتصدير الصورة البشعة للعلاج اللي هو بيتم به اما زي الشرطات السيئة اللي بنشوفها اما اختيار مواضح قاطئة اما المريض بيسوق حالته نتيجة لتطبيق خاطئ لعملية الحجام اجرينا ابحاث مختبرية على محتجمين الصحاء قبل وبعد الحجامة فلم نجد ان هناك خلايا هرمة ومتهتكة وكل الخارج من دم الحجامة كان دم مشابه لدم الوريد فما رأيكم؟ بالنسبة لموضوع الدم اللي خارج من الحجامة شفنا كتب كتير نشرة فرق ما بين الدم الوريدي ودم الحجامة ففيه تغيرات فما نقدرش نركب ده يعني وجدنا تغير هنا وتغير هنا طيب لو انكرنا وقلنا لا شفنا لقينا الدم ده صحيح والدم ده صحيح فنتجع بقى لآليات الحجامة عموما الحجامة دي بقى بتعمل ايه في الجسم؟ بعيدا بقى عن الدم لو الدم اللي خارج دم صحيح وجميل والشخص صحيح مية في المية فخلنا بقى نتكلم عن آليات الحجامة اول حاجة آليات التشريط الموس لما او المشرط لما ينزل على الجسم بيعمل ردة فعل عكسي بتأثر على الدماغ بتقوله روح شوف العضو المتصل بالموضع ده في ايه؟ او العضلة المتصلة بالموضع دي فيها ايه؟ او الفقرة المتصلة بالموضع ده في ايه؟ فدي اول آلية الشرطة آلية الشفط الشفط ده لما بيتم على الجلد بيعمل برضو ردة فعل عكسي بتجري على الدماغ بتقوله روح شوف الموضع المتصل بالعضو ده في ايه؟ الموضع المتصل او العضلة المتصلة بالعضو ده فيها ايه؟ اختيار الموضع الصحيح او الموضع اخترناه اختيار صحيح هتكون النتيجة فعالة وهتكون النتيجة اكيدة واللي بيقدر يختار الموضع الصحيح هو المعالج الكف او المعالج اللي عنده دراية باختيار الموضع المتصلة بالاعضاء الداخلية اللي فيها مشاكل فحتة الفرق ما بين الانباقات سواء اذا كان من شخص صحيح الى شخص تم خروج منه دم الحجامة فدي موثقة وموجودة هو اللي حبيب يطلع هيلاقي بعض الكتب وبعض المراجع ذكرت الموضع ده اللي فيه فرق ما بين الدم الخارج من الحجامة والدم الوريدي سمنة من خروج الدم اتدى الدم يطلع صحيح وما فيش حاجة فنبص بقى على آليات الحجامة نفسها كذلك الناتريك اوكسايد مادة مؤكسدة مادة بتتاقي الجسم الامراض بتقوي المناعة فدي من ضمن آلات الحجامة فمنقدرش ننكر كل الآلات دي ونجبط في حاجة واحدة نقول لهم انتو بتقولوا ان الدم اللي خارج بيكون فيها كرات دم هارمة ويكون فيه كرات دم مكسرة بيكون خلاص الدم اللي خارج كويس هننكر الآلات الاخرى استحالة ننكرها بتكون دايما محققة في كل آلات الطب التكميلي سواء اذا كانت حجامة او فضل او ابرصينية او سم نحل او غيره اما حاجة نرجع للآلية الاساسية لعمل الشئ ده نفسه وشرطته محجم اذا الشرطة دي ورها شيء كيف اصبح محترفا في مجال الطب التكميلي لو عايز تصبح محترف في مجال الطب التكميلي لابد اللي انت تكون على قدر علاج المرضى اللي جاي لك ده مريض فانت هتاخد منه فلوس فلازم على تكون على قدر فلوس اللي هتاخدها وعلى قدر النتيجة اللي هتدهانه فعشان تكون محترف لازم تقرأ لازم تطلع لازم تبحث لازم تسأل اسأله اهل الذكر اسأله طباء اسأله الباحثين اشتري كتب يراجع على كل حاجة دلوقتي بقت متوفرة على النت لو انت دخلت على مواقع بحسية سينس دايريكت ويلي لاي بالري ان اسي بي اي مواقع كتيرة بحسية وكتبت قابل جي ثيرابي او حجامة زي بالفرانكو زي ما بيكتبوها الاندونيسيين او بلد ليتنج هتلاقي ابحاث كثيرة جدا منشورة في المجال ده لو اشتريت كتب في الحجامة هتلاقيها مدعمة بابحاث سوى اذا كانت كتب اجنبية او عربية عشان تكون محترف بالفعل في مجال الطب التكميلي لازم تاخد مسلك واحد وتحترف فيه اللي هو صاحب بلين كتاب ما توقاش زي القانو غارو تتفتت في كل حاجة شوية هنا الحجامة شوية الفصد شوية بص انت ممكن تطلع على كل الحاجات ده عشان تاخد فكرة ولكن احترف في شيء ولمي بيه وبعد كده انتقل للاخر عايز تعالج بالحجامة باحترف في الحجامة ازاي اعرف احدد الموضع ايه هي آلات الحجامة ايه محضورات الحجامة ايه فواد الحجامة ازاي اقدر اوصل للنقطة العلاجية الممتازة والموضع العلاجي الممتاز وغيرها من الاشهد كلها ازا احترفت في شيء انتقل لغيره ان شاء الله هتكون بارع ومحترف في العلاج وباذن الله هتحقق نتائج ممتازة جدا وفي الختام ما هي نصيحتكم انصح في الختام الجميع والمعالجين جميعا بالاطراع بالبحث بالقراءة بعدم الله ثورة الشهادات اللي ملهاش اي لازمة ولا تغني ولا تسمي من جواه ايه واحد يضحك عليكم شهادة من بريطانيا شهادة من انجلترا شهادة من امريكا شهادة مش عارف من ايه ويكون المحتوى فارغ واحد يضحك عليكم وقولكم شهادة معتمدة من هنا هتشهادة اتهلك ما فيه شهادات معتمدة في الوطن العربي جميعا الا من مؤسسة حكومية فدايما بص على المحتوى بعيدا عن الشهادات الشهادة هي محض شهادة تقديرية انت بتاخدها عشان حضرت الكرسي ده او المحتوى ده اي نعم لو هي من دولة بره بيكون لها ثقل خاص في عيون المرضى او عيون الناس اللي جايالك فبتأثر على حالة نفسية بتاعتهم ولكن انت كمعالج ما تبصش على كده بص اول حاجة عن نتيجة انت بتقدر تحقق نتيجة ولا لا اسئلة كتير بتجي ان انا عالكت وعملت حجامة للشخص الفلاني متعب بعدها انت ذات نفسك مش عارف الانتكاسات اللي بتحصل بعد الحجامة يعني ممكن يكون التعب ده امر طبيعي بس انت لأسف مش عارف فخايف ومتوتر فلازم ان تكون عارف لازم ان تطلع لازم ان تبحث لازم ان تدور لازم ان تقرأ كفرة الكراءة هتفتح لك افك كثيرة ومجالات كثيرة هتبدأ من خلالها تدور بالفعل ازاي تقدر تعالج المريض بتاعك وازاي تحقق نسبة الشفاء اصلا الله يمتعنا واياكم بالصحة والعافية واكرر شكرا المرة الثانية لبرنامج كوكبة الخبراء السلام عليكم